خلا أكيد متابعين بصباحنا لليوم تقلبات المناخ الظواهر الفلكية يلي عم تكتر بالفترات الأخيرة كلها رح نطلع عنا ورح نشوف في الأيام المقبلة شو مخبيلنا الفلك والعواصف والرياح والغبار لأي متى رح تستمر نحن عنا علم بحلقات سابقة أنه رح تكون هاي السنة في تقلبات فضيعة رح تكون ولكن رح نركز أكتر شو اللي جاي لبعدين ولقيمة هالظواهر رح تكون مع رئيس الجمعية الفلكية السورية الأستاذ محمد العصيري صباح الخير الصباح الخير ليس صباحك عفا فزاعة صباحكم وصباح المشاهدين الكيرا ليس صباحك أستاذ يعني كنا كنا حيرانين وعملت سأل أنه ليش هيك عم يصير شو هالغبرة شو هالجو شو هالمطر طبعا هذا الجو أنا كتير بحبه والله يبعد الخير من نهاية بس إنه شي غريب إنه تمطر بحزيران وتصير هاي العواصف عنها خلينا نعرف كلنا عنه فضول شو هي الأجواء بالفترة القادمة رح تكون تمام هلا بالبداية مثل ما تفضلت تغيرات غريبة مو بس بشوريا بالعالم كله كان في اضطراب مناخي تغيرات مناخية لدرجة إنه مثلا كنا عم نحكي تحت الهواء مع السادس رامي بوجه وتحية أنه بمصر من يومين صار في عاصفة ترابية من أندر العواصف الترابية التي تحدث بمصر نعم نحن نشهد تقلبات مناخية نحن نشهد تغيرات بطبيعة الجو بمعنى أنه إذا لاحظتم الشتم تد تداخل مع الربيع وبنفس الوقت الصيف سيتداخل مع الخريف طبيعة الفصول الأربعة نتيجة وجود كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون بدأت تختفي طبعا هذه الظاهرة مو بس بسوريا هذه الظاهرة عالمية طيب شو السبب؟ مين المسبب؟ الشمس فيها شيء؟ لا الشمس يوميا منتابعها يوميا منتابعها منتابع البقعة الشمسية منوثقها خوفا من انفجار أي بقعة شمسية قد تؤثر على اتصالات والأقمار الصناعية على الأرض لكن الشمس طبيعية إذا من المسبب نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميتان الذي وصل لأكبر رقم بتاريخه الآن نحن نحكي سنة عن سنة يزيد لماذا نقول طيب الصيف جاء حار هل هو ضرب من التنبؤ؟ هل هو ضرب من معرفة الغيب؟ أبدا لا الأمور أصبحت واضحة لما يكون لدينا نسبة كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون مثل ولو شبهت لكم تشبيه غليزه شوي مثل هالطنجرة نستخدمها ببيوتنا بريستون بخار كل ما زادت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون كأنه عم نعص الطنجرة أكثر عم نحافظ على الحرارة أكثر وبالتالي عم ترتفع درجات الحرارة وهذا يؤدي إلى الارتفاع الحراري الذي عم نشهده ويلي رح نشهده لسه عندنا كمان لسه ما ظل لحنا الصيف نحن الواحد واشرين حزيران الساعة ستة مساء بتوقيت دمشق يبدأ فصل الصيف قصدي الغبار وهي الزوهرية اللي عم تصير هلأ رح تصير لسه كمان هون الخوف هون الخوف سوريا طبعا هاي كمان ملاحظة دراسة كثير مهمة نشرتها المدرية العام للأرصاد الجوية بوجهنا تحية سوريا لم تكن مصدرة للعواصف الترابية يعني نحن ما ننشع عنا عواصف ترابية نحن نستقبل نستقبل ومنستقبل مرور الكرام وخاصة بالبادية السورية بالجزيرة السورية يعني بدير الزور والحسكة لكن من سنتين لليوم بدأت تنشأ عنا العواصف الترابية لدرجة أن العام الماضي وردت سوريا عاصفتين ترابيتين صنيفتان من أقصى العواصف الترابية التي دربت الخليج والعراق فهل هذا الشيء ممكن تكرر هذا العام؟ المؤشر الأول ما حدث بمصر يستحق الدراسة ما حدث بمصر كان مفاجئ بحجم وكمية وسرعة وآلية نشوق العاصف الترابية والمساحة التي امتدتها هل يترى نحن معرضين؟ منقول يا رب لا وإن شاء الله ما منشوفها ببلدنا بإذن الله تعالى وتنتهي لكن الاحتمالات والمؤشرات تشير إلى أنه ممكن جداً خاصةً خلال شهر حزيران وتموز أنه تتعرض منطقتنا العاصفة على الأقل غبارية طيب، ما هي الأجراءات التي يجب أن نفعلها؟ هناك إجراءات طبية يقولها هناك تنبيهات قبل البقت؟ طبعاً 100% قبل فترة منيحة لكن أهم شيء مثل مرضى الربول الكمامات الحزر إلى آخرية هالتحزيرات التي تلقوها أصحاب الشأن والاختصاص لكن عملياً نحن نعم مقبلين على امتداد الصيف ليتعدى على الخريف كما تعدى الشتاء على الربيع بمعنى أن حالة الظروف أو حالة الفصول الأربعة تتناقص تدريجياً يعني هي الربيع وتفتيح الأزهار والقو ربيع وما بعرف شو هي للأسف الشديد بسبب الإنسان عم نخسرها بسبب الإنسان عم نخسرها وهذا يعني امتداد الشتاء وتداخله مع الصيف وامتداد الصيف وتداخله مع الخريف وهون نحن المشكلة اللي عم نعاني منا طيب الحل الحل هو بموضوع الإرادة أنه نحن ناخد قرار بموضوع الاحتباس الحراري نحن على أبواب مؤتمر المناخدة حيكون بالإمارات العربية المتحدة وهتكون سوريا مشاركة فيه يعني هذا الموضوع كتير مهم أنه يكون في قرار دولي هذا مقرار لسوريا لحالة حتى لو نحن من أقل الدول انبعاساً للحرارة ولغاز سانيوكسيد الكربون لكن ما عندنا بالفضاء حدود نمنع غاز سانيوكسيد الكربون القادم من الدول تماماً أكثر انبعاساً والذي يجعلنا دائماً نحن مزعوجين أن الدول الأكثر تأثيراً بالجو هي دائماً الغير ملتزمة يعني الدولة الأكثر تأثيراً في الجو رقم واحد بالتأثير المناخي وكب وصب غاز سانيوكسيد الكربون حتى باستخدام الفحم الطبيعي والفحم الحجري الآن الذي هو أيضاً مسبب كبير لغاز سانيوكسيد الكربون ما عم تلتزم بمعاهدة باريس للمناخ التي يفرض عليها غرامات مالية من جراء استهلاكها الغير طبيعي للغلاف الجوي دكتور محمد خلينا هيك نحكي أكثر يمكن زواهر غريبة عجيبة وكل حدا بيقول بعد ما قصنا هاي الظاهرة وبعد ما قصنا هاي الظاهرة يعني شوف في شيء لسه ما مر علينا خلينا نحكي عن أبرز الظواهر يلي حكينا عنا ومرأة وفي زواهر فلكية مرأة مرأة مرور الكرام ما حسنا فيها مثل حضرتكم أكيد أنتم مترقبين ومترصدين لهاي الظواهر خلينا نحكي شو جاي عنا فلكيا قصص جديدة تمام بدي واقف بس ليا زكرتين بدي أعرج على نقطة كتير كتير مهمة بما نحن بحضرة تكريم عالم الآثار الإيطالي باولو ماتيي لاكتشافه مدينة إبلا الأسرية المدينة اللي عمرها 3000 قبل الميلاد نحن نحكي عن حضارة قديمة جدا مملكة كانت تسيطر على شمال غرب سوريا وامتدت مملكة قدمت فعلا نموذج حضاري كبير جدا بعام 2019 نقلنا إبلا من الأرض إلى السماء بعام 2019 بشهر 12 سمينا نجم باسم إبلا بكوكبة كما يعرف عند الناس ببرج الحوت يدور حول كوكب هذا الكوكب سميه أوغاريت فاطلقنا اسم إبلا عالميا على هذا النجم وعلى الكوكب اسم أوغاريت ليش اخترنا إبلا؟ لأن إبلا أولا ارتباط إبلا بأوغاريت موضوع الأبجدية واكتشاف الأبجدية الأولى في سوريا والأبجدية الأتم في العالم يلي بتضم 30 حرف ولي إلى آخره ما حافظ بتفاصيل الأثرية لكن ارتباط إبلا مع أوغاريت جعلنا نربط نجم مع كوكب يدور حوله فكان هذا الاكتشاف الذي حدث في عام 2019 والتسميه التي كنا كثير متحمسين إليه وكثير دافعنا عنه وكثير قدمنا دراسات وإثباتات على أهمية إبلا حتى اعترف الاتحاد الدولي للفلا بكل منظماته بهذا الاسم طبعا بعد كوكب تدمر في عام 2015 أصبح لدينا كوكب أوغاريت ونجم إبلا في 2019 فأنا بدي إنتاز الفرصة لحتى أذكر أنه مو بس إبلا صار بل عنا بالأرض صارت عنا إبلا حتى بالسماء وبكوكب الحوت يعني هو نجم نستطيع أن نشاهده بعيننا المجردة ويدور حوله كوكب يسمى أوغاريت ليش نحنا عم نعمل هذا الشيء؟ نحنا عم نحاول دائما نوسق تاريخنا وتراثنا وحضارتنا بالسماء لنذكر العالم أجمع أنه مو بس نحنا على الأرض لأ ونحنا أيضا بالسماء دائما بصماتنا يلي على الأرض قادرين أن ننقلها إلى الفضاء فكان نجم إبلا كما يلفظ جوكتاب وأوغاريت يعني لما نحنا مؤتمرات يقول مثلا نجم إبلا يريد أن يبرروا لماذا نجم إبلا؟ ماذا هذا نجم إبلا؟ ماذا ميزات نجم إبلا؟ يحكى عن حضارتنا يمكن من أبرز الإنجازات أيضا التي يجب دائما تذكر أننا كنا بظروف صعبة ولكن قادلنا لحتى نحصل على اسمك تذكر إليا، صحيح تدمر وإبلو فعلا نحنا نحن نتحدث عن عام 2015 و2019 رغم الظروف الصعبة ورغم أن نكون معك صريح إليا أنه لم يكن أساسا أنهم متقبلون لكننا كنا من الناس يقول لي لا، نحن لدينا إثباتات علمية عندنا واحد، اثنين، ثلاثة، ناخشونا علميا دعونا نحن نحكي بالمنطق العلمي والمنطق العلمي فرض نفسه لم يكن هناك اسم أفضل من إبلا وأوغاريت في عام 2019 لم يكن هناك تبرير علمي وارتباط حقيقي كما ارتباط إبلا وأوغاريت لم يكن هناك بصمة عالمية كما تركت تلك البصمة أوغاريت وأوغاريت لا ننسى أوغاريت كمان سيمفونية، موسيقى فإذاً هناك ارتباطات عديدة هذا الشيء الذي أكدنا عليه كما أكدنا على تدمر تدمر وكما عظمت هذه المدينة فكثير كنا متمسكين بهذا التاريخ ما رحنا للأسماء، ما رحنا لشخصيات نحترم كل العلمائية اللي بتتسمى النجوم بأسماءهم أو الكواكب حقهم المكتشفين أنه يتسمى بأسماءهم لكن أيضا من حقنا أنه نخلد مدننا التاريخية في الفضاء لأنه كان، إذا منتذكر وقت تدمر وقت إبلا وأوغاريت كما كان عدوان على المناطق الأسارية كما كان شجع وججع وطمع على صرقة آثارنا وممتلكات بلدنا وكنوز بلدنا هذا الشيء اللي نحن خلنا نحاول كل جهدنا أنه نحافظ على هذا الشيء بالفضاء حتى يبقى للتاريخ إذا حاولوا ولن يستطيعوا أن يؤثروا على الأرض لن يستطيعوا أن يؤثروا في التاريخ تاريخ دائما مستمر برجع لسؤالك ليا الحداث الفلكية ونحن في حضرة أيضاً ذكرى عام 1963 فالنتينا تليجكوفا أول رائدة فضاء تنطلق إلى الفضاء بعام 1963 بحزيران ب16 حزيران نحن لدينا الآن حدثين أنا مشان أكسب الوقت الحدث الأول الذي نترقبه هو الإنقلاب الصيفي 21 حيزريران ساعة 6 مساء ساعة 6 مساء ويبدأ فصل الصيف طبيعياً طبعاً نحن نشعر قبل منه بالصيف من هلا رح نشعر تدريجياً بالصيف يعني ما رح ننتظر إلى 21 آدار لكن الحدث الثاني اللي بخلال الأيام القادمة ويلي عم يترقبوه معظم الناس اللي هو موضوع عيد الأطحى وهلال ذي الحجة يعني نحن بعد نجاحنا مع المجلس العلمي الفقهي كمان موجودة وتحية بضبط شهر رمضان المبارك اللي هو صاحب القرار بهذا الشي وضبط العيد الآن نتجه إلى هلال ذي الحجة والناس كلها تترقب متى يولد هلال ذي الحجة متى يكون عيد الأطحى الحسابات اليوم واضحة معنا 23 ساعة 23 ساعة بكرتي كثير 18 شهر يولد الهلال بعد 18 شهر يولد الهلال ساعة 37 دقيقة صباحاً ويغرب القمر بعد الشمس ب36 دقيقة أي أن هناك احتمالية كبيرة جداً 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 لرؤية هلال ذي الحجة يوم 18 شهر يكون يوم أحد وبالتالي غالباً فلكياً يوم الثانية هو أول ذي الحجة وبالتالي وفق الحسابات الفلكية طبعاً ويبقى القرار لأصحاب القرار العيد سيكون 28 شهر يوم أربعة فبيجي العيد الكبير أربعة خميس جماعة سابتك العام وانت بخير والمجاهدين بألف خير فكمان هي من الأحداث اللي عم نترقبها طبعاً هي حزيران إذا انتقل الآن نحنا الشي اللي شاغلنا بالنا هو موضوع العواصف الشمسية البقعة الشمسية طبعاً هي مستقرة هادية ما في أي خطر منها لكن عم نحاول ندوس هل هناك تأثير وترابط ما بين تلك البقعة الشمسية على سطح الشمس وما بين العواصف الترابية هذا السؤال يلي الآن عم نشتغل نحنا والأرصاد الجوية عليه ارتباط ما يحدث في الفضاء مع ما يحدث على الأرض نحن على الأرض تتابع الأرصاد الجوية موضوع نشأة العواصف الترابية نحن في الفضاء نتابع الشمس والنشاط الشمسي لنرى هل هناك ارتباط هل هي ترى تحدث العواصف الترابية في لحظات محددة عاصفة مصر لم يكن هناك أي عاصفة شمسية أي لم يكن هناك أي ارتباط ننتظر ونرى نأمل أن لا تحدث عواصف ترابية ببلدنا فعلاً نتذكر قصة الزلزال ونتنذكر وما تنعاد كانت كارثة طبيعية لكنها مؤلمة الآن الكارثة الحقيقية اللي نحن عايشين في قلبها هي موضوع الاحتباس الحراري والتغير الجوي هي دعوة من القلب أنه كل إنسان يساهم بالحفاظ على البيئة سواء من خلال الحد من رمي الأوساخ لأنه هي الأوساخ عم تتحلل وتطلع على الجو هاي بإيدنا هاي على الأقل نحن نبادر كل كيس من وفره من وفر لتر ونصف مي هذا الكيس يعني يروح مثلا على المحلات المشتري كل غرض لازم نحطه بكيس هذا لأ خلونا نخفف كياس لأنه كل كيس عم يروح لنا لتر ونصف مي كل هالقصص اللي عم حكيها أنا هي دعوة أممية مو بس بسورية بكل العالم لدرجة أنه في بعض الدول تمنع الكياس البلاستيك أصبحت لأنه كثير تماما كثير كياس البلاستيك مؤذية للبيئة وبالذات لما يعني بعض الناس بعض ما يستخدموها بيرموها أكتر شي مسيء للبيئة هي الكياس البلاستيك هي على الصعيد الداخلي الشخصي على الصعيد البلد الوطن الانتباه لموضوع الغطاء النباتي ليش نحنا حديثا نشأت عنا العواصف الغبارية لأنه فقدنا لأتيدي مشق الغطاء النباتي بسبب الحرب الإرهابية على سوريا فقدنا جزء كبير من الغطاء النباتي إضافة إلى استخراج النفط الغير قانوني والغير طبيعي بأماكن موجودة فيها النفط كطريقة استخراج النفط مسيء جدا للبيئة فهذا الشيء اللي عم نرفع من حت غاز سانوكسير الكربون عنا بسوريا إذن هالنقطتين الغطاء النباتي الاهتمام فيه على الصعيد الداخلي على الصعيد العالمي التوحد ويجب التوحد لأنه ضربة الاحتباس الحراري لن ترحم دعونا نتحدث عن الاحتباس الحراري مساوء كل أحد يتسأل ما هي الاحتباس الحراري نحنا قلنا بعض الأسباب التي تسببها ولكن إذا صار في احتباس حراري وفجرة بالعالم كله كيف ستأثر على سوريا كيف ستأثر على سوريا كيف ستستقبلوا هذه الضربة؟ نحن بسوريا الأقل تأثران صراحة بكل وضوحه وبكل ثقة لكن من أكثر تأثران؟ مامر بالدكتور لازم أكثر الأكثر تأثران شمال أوروبا المطلّين على الأقطاب على القطب الشمال والقطب الجنوبي لأن أول ضربات الاحتباس الحراري تبدأ بذوبان الجليد الذي بدأت تدريجيا ذوبان الجليد يرفع منسوب المياه فتغرق مدن مثل البندقية اللي مهددة بالغرق مثل اندونيسيا والجزر اندونيسية اللي بدأت مثل مالديف يلي أعلنت فيها حالة أعلنت فيها حالة الطوارئ بسبب أنها تتعرض للغرق إذن تبدأ بعض الجزر والمدن الكبرى بالعالم بالغرق بعدين بتتغير مسار تمام تتغير خارطة العالم تصبح الصحاري غابات والغابات صحاري يعني يصبح الصيف شتاء والشتاء صيف وبالتالي تتغير الأجواء أمطار تصبح سيلية تذكري لي يا عفاف أمطار سيلية يعني نحن عم نشعر فيها المؤشرات بدأت أن تصبح الأمطار سيلية أن تضرب العواصف الغبارية مناطق كبيرة بالعالم أن تهضر السلوش بكميات كبيرة كما حدث بأميركا من كم شهر إذن نحن بدأت ضربات الاحتباس الحرارة المؤلمة بدأت لكن الانفجار النهايي أو الضربة الأكبر للأسف الشديد المتوقعة عام الفين وخمسين إذا استمر الوضع على ما هو عليه وليس بعام الفين وخمسين ببعيد نحن عم نحكي عشرين سنة فوقتها العالم كله رح يتغير وقتها نقطة اللاعودة اليوم لسه بإيدنا نرجع اليوم في بعض الدول مثل الصين مثلا بتحط شاشات بسبب الاحتباس الحراري للناس يتابعوا غروب وشروق الشمس الأجواء السديمية اليوم مثل الولايات المتحدة الأمريكية هي أكتر دولة ملوسة للمخلاف الجوي للأسف لا تلتزم بالحد بل تزيد باستهلاك الفحم الحجري ما عم ترتدع رغم ما حدث بها من عواصف سنجية قاسية جدا نحن أمام مشكلة تحتاج إلى حل قد نأخذ قرار الحل هذا العام قد لا نأخذ قرار الحل لكن منها يجب أن يؤخذ قرار الحل شو قرار الحل؟ الحل أن نخفف من استهلاك غاز سانيوكسير الكربون نحض من استهلاكه ورميه إلى الفضاء زيادة الخضاء النباتي العالمي الاهتمام بالأقطاب تطوير تكنولوجيا وعلم الفضاء والفلاك لأن بالنهاية الحل فضائي لن يكون الحل الأرضي هذا هو اللي عم يسعوله العلماء نحن من خلال أحداث الفلكية مثل الكسوف والخسوف طبعاً شاهدنا ظاهرة كسوف للشمس مؤخراً دائماً ندعو الناس بتتواجد أن نشوفوا البيئة قديش حلوة شوفوا الطبيعة قديش حلوة تأملوا كوكبنا لما كل يوم نحكى كمان من الأحداث الفلكية القادمة هو ظهور المريخ مع القمر حيكون بـ 19 شهر أيضاً من الظواهر الجميلة جداً من خليهم يشوفوا المريخ وعم يشوفوا الآن الزهرة شوفوا هالكوكبين قديش كوكب الزهرة كثير مضيق لكن احتباس الحراري عالي حرارته عالية جداً والمريخ يلافو الجوي خفيف حرارته باردة جداً انتبهوا لهالكوكبين إذا ما بدكم نشوف نصير مثل هالكوكبين اهتموا بالبيئة اهتموا بكوكب الأرض هذا الكوكب الوحيد الآن الصالح للحياة صحيح نحن ما زلنا بمرحلة الأمان والحل لساته موجود وفينا نسعى نسعى له بهذا الوقت إن شاء الله هذا العام أو العام القادم مثل ما ذكر حضرتك يعني بس هيك سؤال أصار فضولي يعني هلأ الفصول رح تتداخل ببعضها رح يتأخر الشتاء لحتى يجي وممكن هاي انت رح يرجع يتنظم يعني يتأخر الشتاء لحتى يجي رح يتأخر لحتى يخلص رح يتأخر جبيع رح نظل بهاي الخربطة مطولة رح نظل عفاك مثل ما تفضلتي لحتى يؤخذ قرار الحل دائما هالطرابات المناخية ستظل مستمرة ورح تزداد حتى نأخذ قرار الحل ويا رب هذا العام بمؤتمر المناخ العالمي هذا العام ياخذ قرار الحل لانه حاجة بقى الناس كلها تعبت لازم يتأخذ قرار الحل ولازم يجبروا على قرار الحل اكيد ان شاء الله هيك بدنا شي عن جد يجبرون لحتى ناخد قرار الحل صحيح مية بالمية يسعي صباحكم كل عام وانت بخير عفاك ليا خلينا نوه لكل المشاهدين اللي عم يسألوا على السوشال ميديا لأكتر مطابعة بس خلينا نوه انه الجمعية السورية الفلكية عند صفحتها الخاصة وباع الصفحات ان كانت ارصاد جوية هي عند صفحتها الخاصة والجمعية الفلكية الخاصة انتبهوا من الصفحات الوهمية اللي عم تنشر الذعر بين الناس ان كان بالمعلومات الخاطئة ان كان بزعزعت الثقة بعلماءنا وبساتذتنا ودكاترتنا اللي هنين عم يشتغلوا ليل النهار لحتى يقدموا لنا المعلومة الصحيحة ويصعوا الى صدور اسم سوريا يبقى عالمياً من خلال مثل ما حضرتك ذكرت ايضاً بتسمية كوكب ونجم سوري بننوح على هاي النقطة كتير منيح الجمعية السورية الفلكية الى صفحتها والمديرية العامة الارصاد الجوية صفحتها وليست الارصاد الجوية السورية لانه هي صفحة وهمية اما صفحة المديرية هي صفحة المديرية العامة الارصاد الجوية يعني دائماً وراء كل نجاح في عالم بده تحارب وبده تحاول تتعسر هذا النجاح او تنشر اخبار خاطئة مثل ما حكيت ليا ان شاء الله هيك كل عام وانتبقى بخير استاذ ونور وانتبقى بخير ليافا شكراً شكراً